بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وعلى بركة الله ننطلق رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صلى سلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميل حياكم الله مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لأهل وعنوان حلقتنا نتكلم فيها عن أن تكون من الأوال بسمكم مشاهدين الكرام الرحب بإمام ومخاطيب وزارة روقاف الشيخ علوش خالد من طير حياكم الله بمحمد وعنو سعيد في لقائك حياكم الله بارك وعنسى الله لإهدايا والسدادة والتوفير بمحمد وإننا صغار ما فينا أحد ما ودنا يكون الأول وأيضا لما كبرنا أيضا من ناحية الجامعة مثل الدراسة أو غيرها ونقيسها على مستوى التعليم فالكل ودنا يكون من المركز الأول حتى الرياضيين ودنا يكون من المركز الأول فكل شيء له منافسة الكل يطوح بالمركز الأول الآن شيخنا الغالي بنتكلم عن أن تكون من الأوال فيلي تطينا مقدمة عن هذا العنو أحسنتم أخي أبو صباح بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه جميعين أما بعد ما تقدم ذكر منكم آنها مسألة أن تريد أن تكون الأول في الأكاديمية عموما أي أن كانت مراحيلها هذا على حد رقم واحد ولكن هذا في جانب الدنيا طبعا تؤجر إذا كانت النية لله أما المقصد في عنوان هذه الكلمة وهذه الحلقة أن تكون من الأوائل الأوائل في الدين ليس شخص واحد إنما هم مجموعة وفقوا أن يكونوا مسابقين في الخيرات هؤلاء هم الأوائل هذا كمفهوم عند أهل العلم أن تكون من الأوائل أنك أنت الشخص الذي يعني الصف الأول هل هو شخص واحد في الصلاة لا قد يكون مئة قد يكون ألف على حسب المسجد كذلك الذين يدخلون في صلاة الجمعة الساعة الأولى كم شخص الساعة قدرها ستون دقيقة كم شخص قد يكون ألف أقل فهم أوائل فهؤلاء الزمرة الذين دخلوا في مرحلة الأوائل قد يكونوا في الزمن متأخرين أعطي مثال نحن في هذا القرن قد تكون من الأوائل والدين منذ أربعة أش قبل نعم كيف أصبحت من الأوائل لإخلاصك عندك الآن أمر أخلص النية واتبع أهدي نبسه السلام عليه السلام نحن لا نقول اتبع أهدي نبسه السلام أن تكون عالما هذا حميد وهذا مرغب وهذا نسعى إليه كلنا ونريده ونرجو الثواب في هذا الأمر ولكن أن تكون من الأوائل أن تحافظ على هذه القطرة السليمة وأن تحافظ على ما فرضه الله عز وجل عليك وبالأخص الصلاة فإذا صلحت هذه الصلاة الناس فيها على درجات نقف وهلة عند الصلاة نعم منهم من تنكب الصلاة في وجه يعني هل هو متصور ألا يندهش هذا المسلم أنه عشر سنوات خمسة عشرين أكثر أقل يصلي مقدار من الصلاة وتنكب في وجه المقصود في التنكب في وجه أنها تلغي عليه يعني غير مقبولة سبحان الله غير مقبولة خلقه سيء يكذب ويغش ويسرق ويفعل الأفعيل ولكنه في الصوف الأولى ما تفيدك هذه الأمور تأكل حسناتك ولذلك أتى تفصيلا لهذا الحديث في حديث آخر وسمي سارق أن الرجل لا يسرق في صلاته لا يقيم الركون ولا يقيم السجود بل ورد حديثا أخص من هذا كل لأن الرجل يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في المعنى يصلي ستون عاما وهو لا يقيم لا الركوع على السجود وهذا الأثر عنه صلى الله عليه وسلم صحيح معنى لا يقيم الركوع ولا يقيم السجود أي أنه منشغل أي أنه أيضا حسيا لا يصل إلى المقدار المطلوب في الركوع ولا يصل إلى المقدار المطلوب في السجود يعني هو يؤدي الغرض ولكن ليس بالشكل الصحيح السليم هذا جانب جزئي من مفهوم هذا الشيء ولكن الأصل في المعنى المعنوي عندك الشيخ رغاد تعتقد الخلل أين هل هو بالشخص نفسه أم أنه يتلقيه لهذه الأوامر كلها وسائل مؤدي لهذا الشيء والقلب في طيش إذن نوقف عند القلب في طيش لأن فيدي متطلبات أساسية أن تكون من الأوال نأخذها بعد الفل mint مشاهدة الكerام فاصل قصير ووعدا هن Luach من جديد حياكم الله مشاهدين أمي كرام وق 예�unkε حلقتنا نتكلم عنه أن تكون من الأوال الشيخ قال نحن وقفنا عند طيش القلب وأنا قلت لك أيضا في متطلبات أساسية أن تكون من الأوال يلي قد كنت��를 أول Initicare أن تكون أول poem وثانا عن أن تكون من الأوال كمتطلبات نعم أحسنتم أخي سالم مسألة هذا القلب إذا كان في طيش أي أنه لا يحسن التدبير في أشيائه الأساسية بالأخص الدين بمعنى أنه كذلك بعيد كل البعد عن الأشياء التي تنفعه في الدنيا والآخرة وقلنا كما تقدم أن هناك أمران لا بد منهما أن تكون العوائل الأول الإخلاص الثاني متابعة الدنيا والسلام وهذان شرطان لقبول العمل وهذا العمل إما قول أو فعل صمتك ما بالك وبأن هذا الصمت تؤجر عليه تصمت تؤجر هل هذا متصور أم لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلق الخيرا أو اليسم وهل هذا الصمت لا يؤجر يؤجر لأنه نوى وهذه النية خالص هل هم من أهل الكاظمين الغيظ يدخل في الكاظم من الغيظ ويدخل في أدبه مع حواره ممن أمامه ويدخل في صمته إذا كان شخص متحدث في محاضرة في خطبة جمعة في مكان عام كله صمت زين الشيخ الغالي تتفق معي بأن القلب هو أساس المحركات في الجسم من ناحية أن تكون من الأوائل نعم هذا ورد أنه حتى قيل أن القلب هو الملك وهذا الملك له جنود وهذه الجنود هي الجوارح فلا تكون بعض الناس الملك عنده اللسان وينسى القلب لسانه هو الملك الله أكبر الله ولذلك هذا اللسان سبحان الله إذا كان على حد أنه متعقل وبالمناسبة العقل هنا الآن معنوي أما أن يكون عقلك في كلماتك أو في قلبك أو في فكرك فالعقل معنوي ومتنقل وليس مقيد في المخ أو في القلب أو في اللسان أو ما أشبه ذلك العقل هو تصرفك وهذا ما يسميه العلماء مسلم بالغ عاقل ما يقولون عاقل أنه يفكر معه الشهادة الفرنية لا عاقل أنه يحسن التصرف أي أنه راشد وأنت الآن عندما تكون الأوائل غالبا أنت متعقل وهذا المتعقل إذا أخطأ رجع ويتوم وأنه يستغل الأشياء التي فيها ضرورة يفعلها لا يجعلها وبالا عليه تؤدي الزكاة تصوم رمضان تحج لو مر تقيم الصلاة الشهادتان لا تناقظهما على الفطرة السليمة تحافظ عليها أبشر بالخير وكذلك أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسلي ولوم الآخر بالقادر خيري وشره أن تكون من الأوائل يا راعك الله لا تكون آنانيا تريد الخير لك لا لغيرك لا لأننا قلنا نحن الأوائل ليس شخص واحد هم وناس وزمرة استحقوا أن يكونوا من الأوائل لصدقهم وليسعيهم ولأنهم أتوا في هذه الأماكن أو هذه الأزمن أي أن كانت مسمى الأوائل شيئا الغالي الأوائل هاي هي احتكار على أشخاص معينين؟ أم أن الأوائل بإمكان أي شخص من هذه اللحظة أن يكون من الأوائل؟ لها حرج أنه يكون من هذه اللحظة أن يكون من الأوائل قد يكون متأخرا في النهوض عنده طيلة حياته كان غافلا أو في زلات أو ما أشبه ذلك ولكنه أصبح بين عشية وضحاها من الأوائل وهذا خير ويسوقه الله عزيزي كما تقدمه وقلنا أنه في آخر حياته تحسن خاتمات فهذه قد يكون الأوائل جزاك الله شيخ ما قصرت على هذه الحلقة الميزة الراعة وأن تكون من الأوائل هذا أمر مهم وأساسي في حياتك المسلم شهدنا الكرام في الختامة سأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم معنى نعمة الأمن والأمان مع السلامة